ينضم إلينا من القاهرة محمد الأصمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية سيدة محمد يعني أولا اقتتال الميليشيات في طرابلس إلى أين يتجه وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تقدم الجيش الليبي؟ أهلا وسهلا حياكم الله هذا الاقتتال هو الجديد القديم هذه الحالات التي كانت قائمة بين الميليشيات في طار صراع الميليشيات فيما بينها وأيضا اقتتال وصراع داخل كل ميليشيا على أحد وأن هذا المشهد بأكمله إلى أين سيؤدي هنا أطار الجديد وصول جود طرف ثالث وهي القوة التركية والمخابرات التركية التي تريد أن تجد بأطراف من الميليشيات دون الأخرى لمسمى بجهاز الحرس الوطني وهذا أتار حفظة لدى الميليشيات لأن هناك حضوة لبعضها دون الأخرى مما جعل الاقتتال محتدما وأيضا هناك أياد اللعبت بين الميليشيات باغتيال قيادات مهمة داخل هذه الميليشيات مثل المدعو السويح التي تم اقتلاله في نهاية شهر يونيو وهو من كتيبة فرسان جنزور التي تم الأحداث الأخيرة حولها وحول هذه الأحداث بالاغتيال وفي حي الجعافرة في جنزور وطالت شقيق آمر هذه الكتيبة مع ما يسمى بحرص المنشآت الفكار التي تم إبادة عالتهم بالكامل وهذه إجراءات بين الميليشيات ليست في الجديدة في إطار السعي إلا السيطرة على موسيسات دات طبيعة تمولية خاصة في ناحية جنزور محطات الوقود بالتمديد بالإمداد والبيع في السوق الموازية وذاتها مبالغ طائلة بعوائدها على هذه الميليشيات وفيما يتعلق بالقوات المسلحة العربية الليبية هذا يصب في إطار توجهها وستراتيجيتها أن حربها على الإرهاب في طرابلس هو إيقاف هذه الميليشيات وإخراجها خارج المؤسسات السلطية خاصة للطبيعة التمولية وفك القيد عن الشعب الليبي من قبل هذه الميليشيات التي تمنع عنها حتى الولوج إلى العملية الانتخابات التشريعية والتنفذية التي كان مفترض فيها حتى بالتنسبة الدولية تكون في نهاية شهر سنة 2017 ديسمبر وثم ديسمبر 2018 ونتمكن من ذلك نتيجة لأعمال الميليشيات ولكن المستغرب هنا سيدتي نسمح الوقت طبعا رد فعل البعتة الأممية ستيفاني الذي أصلا جاء متأخرا تانيا هو غير متكافئ مع المهام المناطة بالبعتة بتقصي الحقائق والإدانة والدعوة إلى تفعيل الجهات الضبطية والقضائية للقضاء على هؤلاء كمهمة أساسية لهذه البعتة هي اكتفت فقط بتوجيه حكومة الوفاق للتفعيل الجانب الأمني لم تتحدث حتى عن ضبط وتسمية هؤلاء وتقديمهم للعدالة وهذا ليس غريب على البعتة فيما يحدث في ليبيا منذ جريمة غرغور 2013 في راحة ضيعتها 40 مواطنا بعد صلاة الجمعة من قبل الميليشيات ما حصل أيضا في غريان في يونيو 2019 40 قتيلا من العسكرين الجرحى في مستشفى غريان ومحادثة في الثالث من يونيو 2019 من المهجرين في معسكري الضمان إلى محاولة سباة وصرمان هناك محور آخر أو جبهة أخرى للقتال وهو التهديد بالهجوم على سرط والجفرة ماذا جاهزية الجيش الليبي للتصدي لهذا الهجوم؟ أولا هو بعض الضربات الحقيقة والصفعة التي تلقتها القوى التركية في الوطية هناك أمران اثنان يجب تفريق بينهما ما يصرح بها إعلام الوفاق وحتى قيادات تركية برد ضربة قوية في الجفرة دائما التعب العسكرية وإعلام الحربي يقول شيء والترتيب بناحية أخرى التحشيد مما لا شك فيه لم يتوقف في محاور مدينة سرط وأن قرى ومناطق هي على الغرب مدينة سرط ما بعد بوابة الخمسين يتم تحويله الآن إلى تكانات عسكرية للميليشيات بقيادة الأتراك ولكن التحشيد المهم والقوي نراه أنه يتم على ثلاثة محاور قد يتم الذهاب إلى سرط والجفرة في آن واحد وليس بقصف جوي كما يتيره أعلام الوفاق لأن القوة المتواجدة الآن في منطقة الشقيقة في مزدة وهي جنوب ترابس بتلمية كمتر وتنفد إلى الجفرة عبر القريات ثم الشويرف ثم السوكنا وهي مطونات الجفرة سوكنا والدان وهنا ثلاثة مدن تكون الجفرة وتحشيدات في تورغة وجنوب تورغة باتجاه بوغرين وضواحيها ونواحيها بما يعرف بمفترق البغلة في تلك المنطقة ترصدها القوات المسلحة العربية اللي بيها حتى بالتصريحات الرسمية للقيادة العامة وتعرف عددها وقوامها وممكن تحركها في هذه المنطقة المفتوحة وبالتالي فإن أيضا سحبات القوات المسلحة إلى منطقة سرط فما بعدها جعلت قوة الجيش اللي بي تركز في هذه المنطقة تؤهله وتمكنها من الدفاع كما الحظنا أن الجيش لديه أوراق أخرى وقوة وجهزية عالية أشار إليها بما نفده في قاعدة الوطية إذن من القاهرة سيد محمد الأصمر مدير مركز الأمة اللي بي لدراساتها الاستراتيجية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر